اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة القضية جاءت تنفيذا لتعليمات نيابية صادرة عن نيابة محكمة مستغانم تتعلق بفتح تحقيق حول احد المدبرين اوهما ضحاياه بترشيحهم للهجرة السرية انطلاقا من احد شواطئ مستغانم على متن قارب مقابل مبلغ مالي قدره 40 مليون سنتيم لكل واحد منهم التحقيق في القضية بينا ان الضحية التقى مع المشتبه فيه بمدينة عينم ليلى بالشرق الجزائري ليقوم باستدراجه الى مدينة مستغانم لاستكمال الصفقة حيث قبل ان يصل الى المدبر الرئيسي تم استقباله وايوائه من طرف معاونيه ومكث مدة يومين وبعد طول الانتظار حاول الاتصال باحدهم الا انه صدم بهواتفهم المغلغة التحريات التي باشرتها الفرقة مكنت من تحديد مكان تواجد المدبر الرئيسي وتوقيفه بعد التحقيق معه واستغلال هاتفه النقال وتفتيشه تفتيشا الكترونيا بموجب اذن بالتفتيش صادر عن سيد وكيل جمهورية لدى محكمة مستغانم تأكدت الشكوك لدى المحققين بان المشتبه فيه الرئيسي يدير يدبر للهجرة السرية عبر البحر من خلال صور فوتوغرافية متبتة على الهاتف للمحرك الذي شاهده الضحية اثناء ابرام الصفقة واستكمالا للتحقيق تم توقيف باقي شركائه واسترجاع محرك من نوع ياماها بقوة ربعين حصان بحري جهاز تحديد الموقع جي بي اس تلات صدريات نجدة عن التهم سالفة الدكر تم اجراء ملف اجراء قضائي ضد المشتبه فيهم سيحالون بموجبه امام محكمة مستغانم مستغانم